السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا باش مانسين دعبار يا ربكم جميعا بخير ان شاء الله في الفيديو دوت هنبدأ ان نقلص موضوع الـ Let's Lab احنا بس كان نفضل لنا الطريقة الثانية من طور الـ Analysis اللي هي طريقة الـ Analysis احنا كنا الطريقة اللي احنا بنحل بيها الفترة التي كلها هي طريقة الـ American فضلنا بس الطريقة الـ Analysis و دي ان شاء الله اللي هنبدأ نشتغله مع بعض في الفيديو دوتا هندخد ونشوف المثال اللي هنحله مع بعض المثال بيقول لي باش مانسين يعني عندنا دور متكرر في مبنى قال لك اللي هف لوت بتاعتنا بـ 4 كلي نيوتر على متر مربع وزن الحوائط 1.5 وزن التشتبط 2 الابعاد بتاعت الاعمدة 600 في 600 ميلي عدد الأدور عندنا بـ 3 ارتفاع الدور الـ 1 بـ 3 متر الـ 30 نيوتر على مليمتر مربع الـ 30 نيوتر على مليمتر مربع ايه المطلوب؟ اول مطلوب بالنسبة لنا اعايز يصمم البلاطة لـ 3 سلاب ونرسل تفصيل التسليح تمام؟ المطلوب رقب 2 ان انا اشهد بانش لعمود C1 مطلوب رقب 3 ان انا اعمل دزاية لعمود C2 وهدي C1 اللي محتاج لعمله بانش وهدي العمود C2 اللي محتاج لعمله دزاية تمام؟ طيب هنفتكلم مع بعضها باش نبسينا الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها في الحل احنا اول خطوة بالنسبة لنا كنا بنبدأ نحسب ايه؟ تمام؟ انطريه ان انا بحسب تخانة القلاطة واشوف فعلا لو عندي دروب بحسب ابعاده لو انا عندي كلام هده احسب ابعاده بعد كده بحسب العرض بتاع خطوة الخطوة اللي بعد كده خطوة ببدأ احسب ومنهم احسب خطوة اللي بعد كده ببدأ اعمل ايه؟ اناليسيس هشوف ايه الطريقة المناسبة ان انا هعمل بها اناليسيس هل طريقة الامبيريكال ميسود ولا طريقة الفريم اناليسيس ميسود تبقى للشروط اللي اتفقنا عليها مع بعض الخطوة اللي بعد كده ببدأ اعمل اعملية ديستريبيوشن من الخطوة اللي انا عملتها في الاناليس الخطوة اللي بعد كده مش منصين ببدأ اشوف اكبر قيمة للعزم وابدأ اعمل بيه عملية الدزاين وفي الاخر خالص ببدأ اعمل بانش وارسم تفاصيل التسليح ده بإذن الله السبع خطوات بتاعنا اللي هنبدأ نمشعليم في المثال بتاعنا اول خطوة عندنا مش منصين خطوة انا اول حاجة بحسب تقانية البلاط احنا قلنا لها اعتمارية يما تكون اللي واحد على اثنين وثلاثين او اللي واحد على ستة وثلاثين ماشي الحالة الاولانية دي باستخدامها لو انا مش عندي ضرب بدل لكن الحالة التانية دي باستخدامها لو انا عندي ضرب بانيل بتاعنا محصور ما بين خمسة وعشرة ليك ان انت تستخدم ضرب بانيل اما تستخدم كلام هد طيب لو كان اللي فلوت بتاعنا اكبر من عشرة في الحالة دي بابدأ استخدام الاتنين مع بعض ان انا بستخدم ضرب بانيل طيب انا هنحملي اللي فلوت عندي كان بربعة تمام؟ يبقى انا اقل من خمسة يبقى انا في الحالة دي استخدام ابقى انا ه laurep انا هابدأ استخدم اللى هو الواحد على الاثنين و 30 ماشى؟ آنا عندي UN P adversaries انا عندي مواكل اللي هي وال chicos تمانية متر تمام؟ اما الآن الواحد على 521 باعتما في حالة 8000 باعتما تنستخدم بعد كده باستخدم هلان عندي ضرب بانيل اللي هل ست Bewegung هل ساتعها بعده لا يبقى خاش perpet�� الا وقتصع تحمله بس pages ج faço والبعض بتاعها او العرض بتاعها متساوي في الاتجاه. اتجاه X1 تايمة L2 على 2. ماشي? بيكون اتجاه L2 على 2. والاتجاه التاني للواحد ناقص L2 على 2. تمام? انا طبعا نتيجة ان البواكي اللي عندي متقسمة لابعاد متساوية تمانية في تمانية. يعني البجل تمانية في تمانية. كلها تمانية في تمانية. يبقى عندك هتلاقي ان عرض الكولمستريب هتساوي 4 متر. ماشي? ودي من نسبة لنا تكون خطوة وكون خلصت. الخطوة اللي بعد كده خطوة الاحمال. هنت ري ان انا بحسب وزن البلاطة وزن التشطيبات وزن الحوائط. تمام? الـ 25 سنتي اللي هيبطل وخمسين ملي. يبقى الربع في 25 كسبة الهرصانة كيلو نتر على متر مكعب زائل وزن التشطيب بـ 2. وزن الحوائط بـ 1.5. كلام ده يدينا 9.75 كيلو نتر على المتر المربع. طيب وزن اللي فلود عندنا بيكون جيفين بـ 4. اقدر من خلاجهم ان انا احسب الـ 25 عن طريق اما اضرب 1.4 في ديت زائد 1.6 لايف او اضرب 1.5 في ديت زائد اللي. تمام? عوض بالكلام ده يطلع عشرين بوينت ستة تلاتة كيلو نتر على المربع. وده تكون خطوة اللونس. نيجي بقى القطوة اللي هي فيها بقى الاختلاف ان انا هبدأ اشوف استخدام انهي الطريقة فيه. تمام? ارجع للبلاي. اهو. نفتكر مع بعض الشروط. اول شرط بالنسبة لنا مش مانسين قال لك اللي لازم يكون العدد البواكي في الاتجاه اللي انت بتدرسه لا يقل عن تلاتة. تمام? طيب. الشرط رقم اتنين قال لك النسبة من طول البكية لعرطها اقل من واحد وتلاتة ام عشر. الشرط رقم تلاتة بشمونسين قال لك الفرق ما بين بكيتين متجاورتين لا يزيد عن عشر في المية. وقال لك الفرق بين بكيتين غير متجاورتين لا يزيد عن كامل على عشرين في المية. طيب. ابدأ بقى اطبق الشروط اللي عندي. في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. ماشي? ابدأ في اتجاه اكس. عدد البواكي لا يقل عن تلاتة. هبقوا السرقة دي باكية. اتنين تلاتة. يبقى اول شرط اتحق. طيب. النسبة لطول الباكية لعرطها اقل من واحد وتلاتة. انا عندي البواكي كلها تمانية في تمانية. يبقى ازل تمانية على تمانية. يطلع بواحد اقال من واحد وتلاتة. يبقى تحقق. ده في اتجاه اكس. طيب. الفرق بين باكيتين متجاورتين ما يزيدش عن عشر في المية. كده كده كلهم متساويين. يبقى بصفر. تمام? اقال من واحد من عشر. طيب. الفرق بين باكيتين غير متجاورتين اقال من اثنين من عشر مرضو نفس الكلام يبحقق. نتيجة ان البواكي كلها ابعدها زي ما. تمام? يبقى ازل في اتجاه اكس هبدأ استخدم طريقة الامبريكال. طيب. في اتجاه واي هندسة. ابدأ نفس الكلام اشوف ايه الشرط اللي عندي. اول حاجة عدد البواكي. ده يقل عن ثلاثة. هبص هلاقي بس باكيتين. تمام? ادي عندي باكية. وادي عندي باكيتة. اتجاه واي. طالما يباش منسين شرط واحد اخل. يبقى انا في الحالة ديت مينفعش هستخدم طريقة الامبريكال. يبقى انا في اتجاه واي هستخدم طريقة الاثريات الممكن. وبنسبة جميلة هذا اللي بيحصل اللي باش منصين. ان احنا نعندنا في الامتحان بقى لنا 3-4 عدة سنين كده. لما بيجي بطارية الاثريات الممكن. ماش بيجرس فعل اتجاهين. دايما بيجي اتجاه بندرس بالامبريكال والاتجاه التامي بندرس بالاثريات الممكن. بالثال оставنا الى اللي انا في اتجاه احل بطارية الامبريكال. وفي اتجاه واي هبدأ حل بالفيرام انالسيس مسود. هنبدأ دلوقتي نشوف في اتجاه اكس هنعمل دي. هادي خطوة الانالسيس. في اتجاه اكس هلاقي عدد البواطل عدد من ثلاثة. هلاقي نسبة من طول الباكة العرضها بواحد اقل من واحد وتلاثة. واتحقق. الفرق من باكتين اقل من واحد من عشرة. الفرق بين باكتين غير متجاورتين. اقل من اثنين من عشرة. يبقى كل الشرطة اتحققت. يبقى انها استغلم برجل نسبة. تمام؟ مبدأ احسب العزم التوتالي في اتجاه اكس هنطريق قانون بتاعنا. دابلس لابلس لابلت في الالتوبيت في الالي واي على تمانية. الالي اكس اقصتين على ثلاثة دي. الكل تربية. اقوض دابلس لابلت باين بوينت ستة تلاتة. الالي واي بتمانية على تمانية. في الالي اكس التمانية ماقصتين على ثلاثة دي. اللي هو البعد الصغير من الساببورت اللي هو العمود اللي هنجي اللي هو ستة معاشر. تربية. يطلع بالف مية واحد وتسائين بوينت ستة كميموتين متر. تمام؟ يفضل يا باش منصين لما يكون هستخدم طريقة في الانازل المسود في اتجاه وطريقة الامبيرجل في اتجاه. اخد كل اتجاه واستقل لوحده. بمعنى انا دي الوقت عندي اتجاه اكس هلو بطريقة الامبيرجل. خلاص? احسب بتاعه ووزعه على طول. ماشي؟ طيب في اتجاه وي نفس الكلام. انا فيها جدول خاص بالتوزيع زي ما شفنا قبل كده. ولكن طريقة الامبيرجل هي جدول مختلف تماما. تمام؟ ده هنشوف بإذن الله لما هنوصل ايه لاتجاه واحد. تمام؟ دلوقتي حسبت في اتجاه اكس اخش في التوزيع على طول. تمام؟ وده هكون النسبة اللي هتطلع معنا طبقا للجدول بتاع الامبيرجل. هنا هيقوم خمسة وعشرين في المية. هنا تلاتين في المية. هنا خمسين في المية. هنا خمسة وعشرين في المية. والناحية التانية بالتماسل. تمام؟ ده الكلام استريب. طبقا للفيلد استريب. ده خمسة في المية. ده عشرين في المية. عشرين في المية. خمسة عشر في المية. والناحية التالية بالتماسل. وده بالنسبة لنا يكون اتجاه اكس خلص. مفيش فيه اي اختلاف عن اللي احنا ايه? عن الشغل بتاعنا عافية في المرات اللي فاتت. طيب نيجي بقى نبص في اتجاه واي. هبص يا مش موندسين. اطبق الشروط. هاقول عدد البواكي. طبق اتنين. اقل من ثلاثة. ده ما اتفقنا. لو شرط واحد بص خلاص. يبقى في العائلة ديت. اخش على طريقة الايه? الفريمانالسي. اللي هيحصل لهندسة ان انا هروح للبلايان بتاعي. وابدع اقسمه. لمجموعة من الفريمان. ازاي الكلام لهندسة? عن طريق ان انا. اشوف المسافة اللي موجودة بين الاعمدة. وابدأ امصفها. بالشكل ده كده. ايادي. هنا. بالشكل ده كده. وادي. ادي بالنسبة لنا فريم. وادي فريم تاني. وادي فريم كمان. وادي فريم في الاخر. تمام? بعد كده اصبح فريم. ودود فريم تاني. ودود فريم تالت. في الاخر خالص. فريم رضا. تمام? هلاقي ان عرض الفريم عندي. عندي بعدين. عندي عرض كامل. تمانية متر. هنا. ونفس الكلام الفريم دورت برضو هيكون بتمانية متر. دايما اللي على الاطراف بيكون نص فريم. يعني هنا العرض بتاعي هيكون اربعة متر. والناحية التانية باربعة متر. تمام? انا لما باجي ادرس دايما العرض الكامل. تمانية متر. ماشي? فانا في الحالة دي اتراجي نطلع. الفريم بتاعي هيكون بالمنزر ده. عبارة عن سبيس فريم. بيتكون من عمود اتنين تلاتة والبلاطة بتاعتنا. ايه دي عمود في اتنين تلاتة والبلاطة. ماشي? دايما اتفقنا ان عرض الشريحة بتاعي بيكون تمانية متر. ارض الفريم. تمانية متر اهو. تاعت الاعمدة في اتجاه واي ادي تمانية. تمانية. وبروز الكابول اللي فوق باتنين واربعة من عشر. هيكون بالمنزر راكل. تمام? هو احنا عندنا كانت اتفاعة دور بتلاتة متر. فوق وتحت. اللي لا يحصل لهندسة ان انا اخد الفريم دوت. وابدأ احسب الحمل اللي عليه. تمام? احنا عندنا دايما الحمل اللي بتكون على الفريم. وحدته بتكون كيلو نيوتن لكل متر. انا كده 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 كدت دابلو السلاب الفريم. ماشي؟ وحدتها تبع كيلو نيوتن على المتر المربع. فأنا عشان احسب الحمل اللي عليه على الفريم بالواحدة دي. محتاج ادرب في بعض كمان. ماشي؟ طيب الحمل ده ايه هانتسب؟ دايما هيتساوي F part of Log mars. في البعد العمودي مаются. ماشي؟ طيب انا في الحالة دي اقول الو الألتمت الذي تبقى على الفرين هيبقى للمعادة في البعد العمودي طيب فين البعد العمودي هدسه هدسه؟ انا بشوف اتجاه الفرين اللي بدرسه في ومهل هلاقم ان انا بدرسه في اتجاه هو يبقى اروح علي دارب في LX انا كده كده عندي الابعات مثل بعضه هتطلع ب8 متر انا في الحالة دي هاقول حاني 29.06 في 8 هيطلع 165.4 كيلوميوتن لكل متر هو ده الحمل اللي هياثر على الفرين بتاعي بالشكل ده للمطلوب اننا دلوقتي عندنا سأقل ان انا بعد ما حسبت الحمل المؤثر على الفريم بتاعي اللي هو مقداره 165.4 كيلو نتن على المتر ان انا ابدأ اخذ الفريم و ابدأ اعمل له عملية اناليسيس ان انا ارسم له البندنج مومنت ده جرام وبعد كده ابدأ ااخد التويت المومنت المؤثر على البلاطة اللي عندي و ابدأ اوزهها على الكولابستريب والفيندستريب تبقى للجدول التوزيع الخاص بطريقة الفريم اناليسيسيس و هذا هو جدول مختلف تماما عن طريقة A اليمباريكلا احنا مفروض هناخد الفريم بتاعي وعمله عملية اناليسيس باستخدام طريقة مطلوبة الستركشور والطريقة اللي هتستخدام ان شاء الله هي طريقة المومنت الستربيوشن طريقة المومنت الستربيوشن طرية المومنت الستربيوشن بنستخدمها بحيث نحيل المنشآت الانديترميت A استركشن طيب الطريقة دي بتعتمد على اي هندسة تعتمد ان انا باجي عند جوينتس بتاعت الايه المنشأ اللي انا بحلمه بعد كده هندسة بتبدأ تقطع المنشأ بتاعي عند جوينت دي لمجموعة من العناصر ايه دي البلاطة ايه دي العمود ايه دي عمود بعد كده هندسة بعد كده ببدأ احسب ال fix in the moment لكل عنصر عندي ايه دي البلاطة اللي عندي عليها احمال موزعة بحسب ال fix in the moment بالشكل ده كده بعد كده عند العمود مش عليها احمال هيبال fix in the moment بالزيرو fix in the moment بالزيرو fix in the moment بالزيرو طيب بعد كده انا مفروض ديكون مجموع العزوم عند جوينت دي بصفر لكن هبص هلاقي ان البلاطة عليها fix in the moment ولكن الاعمدة بصفار فبعدين كنت باخد fix in the moment نتيجة التجميع ديه واعكسها بعكس الاشارة بعد ما باخد مش منسين قيمة العزوم بعكس الاشارة فابدأ اوزحها على العناصر اللي عندي تبقى للاستفنس تمام تبقى لقدرة كل واحد فانا في البداية مفروض ان انا بحسب العناصر اللي عندي اللي هو البلاطة والعمود والعمود طيب الستفنس هتساوي ايه هندسة بتساوي اي في الاي على الاي تمام؟ انا عندي الاي دي بيتعبر عن دي خاصة بالماتيريال اللي بيتكون منها العنصر بتاعي سواء كان خرصانة او ستيل او خشب تمام؟ طيب ايه ده المومتوف انرشي للعنصر اللي هو بي في تاكعيب على 12 والاي ده الطول طيب فانا في الحالة دي هتخبت اخد المومتوف انرشي في البداية هبدأ احسب المومتوف انرشي للعمود وهبدأ احسب المومتوف انرشي للبلاطة طيب القطاع بتاعي بتاعي العمود احنا القطاع بتاع العمود بتاعنا مربع ستمية 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 فأولي البي في التتاكي على التوشن فيدينا رقم ده طيب بالنسبة بقى للبلاطة هندسة ارجع بص على البلان بتاعي هتلاقي ايه باش مهندس ادل فريم اللي اتفقنا ان انا هبدأ اخد ايه ادرسه معي طيب هلاقي ايه عنجزة هندسة هتلاقي عبارة عن القطاع مستطيل العرض بتاعه بثمانية متر والسمك بتاعه هو سمك البلاطة هو ده القطاع اللي انا بدلسه بالنسبة لما اقوم بسيط التعليب على التنوشن يبقى اقول 8 في الربع تاكيب على التنوشن انا في الحالة يلعكي few ده شكل اللي عندي هنبيč فيبقى الآرض بتاعه في تمانية متر والسمك بتاعي هو سمك المتين وخمسين ميل فاقول بسيطت التكيب على التنوشن بعد كده باش مدي تريد احني الجفو ب microphones نتيجة ان العنصة دي من الخلصانه المسلحة فالاو ثابته في كله فهتلاقيها طارت معاك فما فيش داعي ان احنا ندخلها في الحسابة خالص هنحسب الاي على ال ال عمود طيب الام داني عند سهل فهحسب ده الاي على ال ال بالعمود الاي انا كده كده حسبتها اهي طيب طول العمود كامي هدسة 3 متر كان موجود في المسألة ان ارتفاع دور 3 متر تمام؟ هيطلع من الاستفنس بتاع العمود بالرقم دوت طيب الاستفنس بتاع البلاطة نفس الكلام هبدأ اقول اي بتاعت البلاطة على الطول بتاعها او المومت دو في نيرشة البلاطة هي على الطول الطول بتاعي 8 متر هذه البلاطة هنا 8 متر وهادي البلاطة هنا 8 متر هيبدأ يديني يا بيش مونتسين الرقم دوت يودا لستفنس بتاع البلاطة بعد ما احسبت احسب حاجة اسمها خلاص دوت هو عبارة عن النسبة اللي هيبدأ يصحبها العنصر في العزم بتاعي عند جوينت هي استحاب كم العزوم نفس الكلام اشوف البلطة هي تلمينها تسحب كم البلاط هتسحب كام؟ طيب عن طريق هندسة ان انا بحسب بتاعت العنصر على مجموع انبها عند الانصر انا دلوقتي انا بحسب كده كده بحسب الآيه للبلاطالة انا اللي يهمني البلاطا ما يهمنيش العبود في اي حاجة دلوقتي فانا محتاج احسب للبلاطة عند جوينت ايه وعند جوينت بي وعند جوينت ساي طيب هبدأ اول حاجة عند الاجيندي اي خلاص ال ediyor هشوف ايه إليه عندي ايه plane day lab على مجموع الستيفنس بتاعت العناصر Agency الموجودة في الجوينت دي. تمام? اللي هو عن جوينت اي? فبقول كيس لاب على مجموع بتاعت العناص اللي موجودة عن جوينت اي? طيب كام عنصر موجود عن جوينت اي هندسة? هتلاقي بالاطة وعمود وعمود. فبقى ازا كيس لاب على اتنين كعمود زائد كيس لاب. ماشي? بقول الكيس لاب اللي انا حسبته هي واحد وتلاتة فعشر وتلاتة على على اتنين في الكعمود اللي هي ثلاثة وستة فعشة رسالة ثلاثة زائد كيس لاب اللي هي واحد وثلاثة فعشة رسالة ثلاثة. هيدينا ان او القيمة او النسبة اللي هيسحبها البلاطة من او بالعزوم دي كلها بالرقب دوت. تمام? بعد كده ابدأ خش عند جوينت بي. هروح عند جوينت بي. اهي. ادي جوينت بي. نفس الكلام انا بحسب للبلاطة اللي عندي. فاقول عليه على مجموع للعراسل اللي موجودة mr. طيب انا عند شوينت بي في موجود كم عنصر موجود في بلاطة من ناحية اليمين في موجود بلاطة من ناحية الشمال في موجود عمود من فوق في موجود عمود من داخل فاقول اتنين كي عمود زائد اتنين كي بلاطة وابدأ معنى جوينت بي هيدينا كي سلاب على اتنين كي عمود زاد اتنين كي بلاطة. اعود برضو بنفس القيم بتاعت الستيفنس هيدينا ان البلاطة نسبتها تمام? نفس الكلام ابدأ احسب عند جوينت سي. نسبة البلاطة تسحكها. هروح اشوف عند جوينت سي. نفس الكلام هقول كي سلاب على مجموع الستيفنس للعناصر الموجودة عند جوينت سي. طيب كم عنصر ياهندسة? هتلاقي في بلاطة ناحية الشمال. في بلاطة ناحية اليمين. في عمود من فوق وفي عمود من تحت. بس في حاجة مهمة جدا نازل تخبرك منها ياهندس. ايه هي? في حالة وجود كانتليفر. اهو. في حالة وجود كانتليفر ياهندسة عندك. كانتليفر ما بيدخلش معي في الحسابات. طيب اش مهنة ليه كانتليفر مش يدخل معي في الحسابات؟ تعني كانتليفر بيكون عنصر او جزء من احسب عنده المومنت. عن طريق ان انا اقطع واحسب ناحية اليمين. ففي الحالة دية اقدر في الجزء دو احسب العزون في كانتليفر. فبالتالي مش بيدخل معي في الحسابات. وبأصبح دلوقتي هتلاقي عند جوينت سي هنقول كيسلاب على كيسلاب واحدة بس زائد اتمين كعمور. كعمور. خلاص? لان انا عندي كيسلاب من ناحية الشمال بس. وفي عمود من فوق وفي عمود من تحت. لكن ناحية مش هدخله معي في الحسابات خالص ياهندسة. لان الجزء ده من المنشأ بيكون دي ترمي. ابدأ اشوف الحسابات اللي عندي. نفس الكلام كيسلاب على كيسلاب. خلاص? هابدأ اعوض هيطلع ان نسبة البلاطة هيطلع بو بوينت واحد خمسة ثلاثة. تمام? انا خلاص دلوقتي حسبت النسبة. اللي هي بتمثل دي يعتبر الريلاتفستفنس. اروح بقى احسب اللي على اساسه هابدأ اوزع العزون بتاعتي. هابدأ اخد البلاطة اللي عندي. هاد البلاطة اللي عندي هندسة للتمام بتاعة تمانية متر. تمانية متر. اخد البلاطة قطعها. بالشكل ده كده. وهاخد احلها برا. هاديك النزام ده كده. حمل مية خمسة وستين بوينت او وهسيب لي بتاعه. تمام? في قاعدة مهمة جدا للاشارات اللي هنستخدمها في الحل. هتبقى مع عقارب الساعة موجب. وعكس عقارب الساعة سالب. يعني دوت مع عقارب الساعة. اشارته موجب. ده عكس عقارب الساعة. فادنا اشارته سالب. اللي كانت ليبر جاب لي مومنت عكس عقارب الساعة. اشارته بالسالب. طيب بعد كده هندسة. ابدأ ااخد البلاطة. اللي عندي. وابدأ اعمل لها الجدور بتاع المومنت بتاعي. مومنت. ديستربيوشن. طيب. هذه البلاطة اللي عندي. بتتكون اي بي. انا اخدها لوحدة. اي بي. بعد كده بي سي. بي سي لوحده. الاخر خالص جزء الكنتليفر اللي طاير برا. جزء الكنتليفر اللي برا. طيب. الجدور هيتكون من ايه هندسة? هيتكون من ديستربيوشن فاكتور اللي احنا حسبناه. بعد كده الفيكسد اندو مومنت. بعد كده ديستربيوشن مومنت. بعد كده افكاري اوفر مومنت. وفي الاخر خالص المومنت فاينل. العزوم النهائية. هي دي الهدف بتاعي كله. طيب. انا عند الدستربيوشن فاكتور. حسبته للبلاطة عند نقطة اي ونقطة بي ونقطة سي. حط القيم اللي انت حسبتها فوقيها لازم. عند نقطة اي طالع نصب البلاطة ونقطة بي ونقطة بي ثلاثة واحد ونقطة تلاتة تلاتة واحد ونقطة تلاتة تمام. عند نقطة سي للبلاطة ثلاثة بي ونقطة واحد خمسة تلاتة تمام? وزي من انتفقنا الكوز الكانتليفر ده مش بيدخل معي في الحنزارات خالص مالوش distribution factor طيب بعد كده هندسة بحط الفكس الاندومين عند كل النقط بتاعتي عنده نقطة ايه كان بسالب 880.2 اللي هو هيبقى في الاتجاه ده عكس عقارب السعب السالب اينا مع عقارب السعب الموجب 880.2 نفس الكلام اللي احد تانية هو ده الكانتليفر بتاعي طيب بعد كده هندسة انا اتفعت بعد الفكس الاندومين وبابدأ عند كل جوينت اجمع قيم العزوم وهكسها بعكس الاشارة واضربها في distribution فترة طيب ازاي الكلام دوت انا دلوقتي عند الجوينت ايه عند فكس الاندومين جاي بالشكل ده كده من البلاطة والعبود مش عليه احمال فكس الاندومين عنده بصفر فوق وتاعي يبقى ازا المجموع كله هيكون بكام يا هندسة هيكون بقيمة الفكس الاندومين للبلاطة بس هيكون بسالب او 880.2 هكسها بعكس الاشارة هيبقى 880.2 واضربها في distribution فاكتور بتاع البلاطة اللي عندي اللي هي 0.153 يبقى اول 880.2 في 0.153 هيطلع 124.67 او يبقى دوت عند جوينت ايه كده عملية ايه عملية ايه مومنت distribution طيب ااجي عندي نقطة بي نفس الكلام انا عند فكس الاندومين للبلاطة ناحية اليمين فكس الاندومين للبلاطة ناحية الشمال ومفيش احمال على الاعمدة يبقى فكس الاندومين عنده بصفر يبقى ازا ابدأ اجمع العزوم بس هتطلع بصفر في الحالة دي يبقى ناحية اليمين وناحية الشمال طيب اروح عند نقطة سي نقطة سي هندسة هيبقى عندك فيه ناحية اليمين وبلاطة ناحية الشمال في عمود فوق وعمود تاحد هتلاقي ان فيه عزوم على الكنتليفر او وفيه عزوم على البلاطة او وفوق الاعمدة ما تفهاش عليها ايه احمل خالص بصفر بصفر جمع بقى هندسة باش هيبقى لك بس غير الفكس الاندومنت للبلاطة والفكس الاندومنت لايه الكنتليفر يبقى ازا هجمع الكنتين دول اهو وعكس الاشارة وضروف الدستربيشن فاكتور طيب نشوف مع بعض يبقى ازا 880.2 نقص اربعة سبع خمسة بوينت تلاتة اهو ربعمية واربعة بوينت تسعة احكسها عكس الاشارة يبقى سابق ربعمية واربعة بوينت تسعة في قيمة الدستربيشن فاكتور تل العنصر البلاطة بوينت تلاتة واحد خمسة تلاتة هديك سالب واحد وستين بوينت تسعة حمسة وده بيمثل الدستربيشن فاكتور طيب بعد كده هندسة قطوة الكاريق ان انا اود القيمة دي بنص ميلو شمال نفس الكلام هنا نص وهنا نص والكلام نحن بنعمله بكنتليفر عشان ده اجوز زيادة بعد كده العزوم المومنت فاينت بعد ابدأ اجمع هندسة قيم العزوم اللي موجودة في الصف اللي عندي عند قيمة فكس اند مومنت اهو وفي دستربيشن مومنت اهو وكاري اوبر مومنت اهو تجمع القيم دي العزوم عند جوينت ايه بسالب نفس الكلام خمسة واربعين Поэтому نفس الكلام튼 لدي نقطة ب Bern جمع جمع كلام بس ناحية الي نفس الكلام 1822 بس بس سالب ثم implemented os عند نقطة نفس الكلام نجمع 818.25 طبعا طبعا هينزل قيمة العزم زي ما هو مباشرة طيب نبدأ نرسم العزوم اللي موجود على البلاطة ده للبلاطة اللي عادي هنا في العزوم 745 طبعا الإشارة بالسالب في النص عند نقطة ناحية الشمال سيديك 947.45 ناحية اليمين سيديك سالب 911.1 عند الكنتليفر نفس الكلام سيديك قيمة العزوم ناحية الشمال وقيمة العزوم الكنتليفر ناحية اليوم ده هيكون بالنسبة لنا العزوم السالبة طبعا بالعزوم الموجبه مبدأ أعلق من المنتصف برابولة مقدارها تابلي اولس كويرة على كيمة على ثمانية وده بالنسبة لنا يكون total moment a للإسلاب اللي عادي يبقى دلوقتي نرخص موضوع الفرين اول حاجة ان انا ببدأ اشوف الشرط اللي عندي هلاقي اي شرط الاربع شرط اللي احنا تفعل عليهم ما تحققش انا في الحالة دي هختار طريقة الفرين تمام ببدأ اعمل هي هندسة ببدأ احسب عرض الفرين اللي عندي عن طريق ان انا بقسم البلاطة عندي المجموعة من الفريمات طبعا انا باخد الفرين بالعرض الكامل مليش دعوة بالنص تمام اهو انا خدت لما جيت درست بالحليل لذلك نتبه طبعا ببدأ احسب له الحمل عن طريق ان اقول الـ في الطول العمودي ماشي الطول العمودي اتفق انا بأشوف وانا بأشوف اتجاه الفرين بتاعه هيكون فين هلاقي في اتجاه يبقى طول العمود بتاعه هيكون الحمل بعد كده هندسة اعمل عن طريق ان انا بحساب المومنتوفينيريشال للعناصر اللي هو البلاطة والعمود قدر البلاطة. طيب بعد كده بstarter احسن بل بلاطه والعمر كده اي على ال اي على ال ل? طيب بعد كده بابدأ احسن للبلاطة الآن، ده اللي اتمني ويديم الجايندى كلها. عند جايند اي و جايند بي و جايند سي و بعد كده احسنال بالروب الخاصiciency ن��게ها و الله هذا عند مؤقت الاتصال كلها وبعد كده بابدأ اعمل الجادول بتاعي ويجيب الام فاينل وارسم الدوات المومنتل البلاطة الخطوة البالكية هندسة بدنا نبدأ بعمل عملية باستخدام طريقة الفريوم أنالسيس بسوط طيب هنشوف الجدوة اللي هندسة هي عبارة عن ايه بدأ الجدوة يأسم لي العزوم لعزوم سالبة داخلية وعزوم سالبة خارجية وعزوم مجابة طيب ايه اللي حصل يا هندسة؟ قال لك في حالة العزوم السالبة الداخلية 75% منها هيروح لشريحة العمود و25% هيكون منها شريحة الوسط طيب في حالة العزوم السالبة بس الخارجية قال لك لا هنقسمها 80-20 80 هيروح للعمود و20 هيروح للوسط طيب العزوم المجابة قال لك 55% هتروح لشريحة العمود و45% هتروح لشريحة الوسط طيب نشوفي الكلام دوت هم طبقوا ازاي تمام؟ ابدأ باشماندسين اشوف العزوم اللي موجود عندي بالشكل ده كده ابدأ اول حاجة عن العزم اللي برا ده بالنسبة ان عزم سالب خارجي طيب نثبته هكون 80% لشريحة العمود و20% لشريحة الوسط بقى اول ادي 80% لشريحة العمود بقى 20% لشريحة الوسط طيب بعد كده هندسة هلاقي فيه عزم موجب بالشكل ده كده قال لك 55 و45 فهنقول 55 في قيمة العزم الموجب و45 في قيمة العزم السالب طيب بعد كده هندسة فيه عزم سالب بس العزم السالب ده داخلي فاحنا في الحالة دي هكون 75 و25 طيب انا هشتغل على الانهي واحدة من القيمتين دول هنشتغل على القيمة الاكدر لانهي دي بتمثل لنا كريتكا الاكدر تمام؟ فابدأ اول 75% في قيمة العزم دوت لشريحة العمود و25% في قيمة العزم دوت لشريحة الوسط اول 75% شريحة عمود و25% شريحة واسط طيب فاضل لك عزم الموجب نفس الكلام 55 و45 55 شريحة عمود و45 شريحة واسط هيفضل لنا بس العزوم اللي موجودة على الكنتليفر طبعا العزوم دي هتكون عزوم سالبة داخلية تمام؟ انا مش بحكم واقول عزم سالب خارجي غير لما يكون الصبورت بتاعي بره خالص تمام؟ لكن انا في الحالة دي هتكون الصبورت بتاعي في جنبه بلاطة ناحية اليمين وبالنسبة لده عزم سالب داخلي خلاص؟ هاخد طبعا العزم الاكبر اللي هي 808.25 وهو اوزعه عزم سالب داخلي 75 و25 خلاص؟ شريحة عمود و25 شريحة وصف طيب دلوقتي هندسة بعد كده خلاص؟ انا كده خلاص في اتجاه X طريقة الامبيركل حسابة total moment وعملت ايه؟ distribution اعمل في اتجاه Y حسابة total moment استخدام طريقة وعملت له ايه؟ عملية distribution نخش بقى على الخطوة اللي بعد كده هي خطوة design بابدأ طبعا اشوف اكبر قيمة للعزم واصمم عليها هتلاقي اكبر قيمة العزم هي في اتجاه Y اذا هي القيمة هنا تمام؟ لان انت عندك في اتجاه X ادي في اتجاه X كانت طبع القيمة الماكسيموم فيها 595 تمام؟ لكن انا عندي في اتجاه Y جاب لي الاكبر وهي 710 يبقى قول 710 بنت 6 6 ده قيمة العزم اللي اناصم عليها طيب شكل القطاع هاي هندسة؟ ادي شكل القطاع وهدي عزمة سالبة العرض بتاعي هيكون عرض شريحة عموم اللي هو بالنسبة لنا 4 متر والسمك هو T-S وهو 250 بيلي اخش بقى في الدي بتساوي C1 جزر ام لتعليف C في الدي عادي جدا خالص ادي عندك الدي اللي هو T-S تطلع 230 تساوي C1 جزر قيمة العزم 10.6 30 ميجا باسكال في الدي اللي هو 4 متر في الدي اللي هو 4000 ميجا باسكال احسب C1 اجيب الجدول احسب T-S في الدي هيطلع معنا بشونسين 11951.6 ميلي متر بس للشريحة خلاص لان انا لما جيت عوضت هنا بالدي عوضت بالدي بتاع العموم اذا قيمة التسليح ده كلها المفروض احطها في الشريحة كلها بالعرض الدي اللي هو بالا 4 متر تمام؟ وزي ما اتفقنا في البلاطوب نبدأ نشتغل تسليحنا لكل متر فانا هقوم الاريس T اللي هو عرض الشريحة هيديك 2.827.9 ميلي متر بس لكل متر حوله لقطر وعدد هيطلع 8.22 لكل متر بعد كده طبعا ابدأ انسب العزم في اتجاه X وفي اتجاه Y وطلع قيم حديد التسليحة وده باش منصين يكون بالنسبة لنا انا اول مطلوب ان ابدأ اصمم بلاط طبعا هكتشوف الرسمة بس هنتخلي في الاخر خالص تمام؟ طيب كان المطلوب رقم اتنين باش منصين ان انا ابدأ اشايف بانش للعمود C1 طيب هنشوف هنعمل الكلام ده ازاي طبعا بالنسبة لنا ده العمود طبعا بالنسبة لك باش منص ان انا بابعد دي على تنين من وش العمود ده الكارتكالسكشان بتاعي دي على تنين من احتيامين مش ناحية الشمال من فوق ومن تاح هاديك ابعاد الكارتكالسكشان LxLy ابدأ احسبه لاني Lx تسوي Ly عشان العمود بتاعي مربع فهيكون بعض العمود زائد D هاديك point 8 3 طيب احنا عندنا القانون اللي انا بحسب به Actual Stress بيقولك ده ما اتفقنا انا محتاجة احسب الرمز دي كلها فبقول ال Q Ultimate الحملة اللي هيعمل بانش في القلاطة هيتساوي في المساحة التي هتحملها العمود ناقص مساحة القطاع الحريق طيب المساحة التي هتحملها العمود احنا اتفقنا اللي هو واحد في الاثنين او عمود internal اللي هو واحد في الاثنين على اثنين او كان عمود external اللي هو واحد في الاثنين على اربعة لما يكون عمود كلمر هبص هلاق العمود عمود بتاعي اللي انا بعمله check عمود internal يبقى اللي واحد في الاثنين على اثنين ناقص X في اللي خلاص بوين ثمانية ثلاثة هيتساوي باشمونتس الحملة 13006 بوينت 11 كيلو نيوب طيب البيتة باشمونتسين هتلاق البيتة اتفقنا اما واحد خمستاشر واحد وتلاتة واحد ونص واحد خمستاشر عمود internal واحد وتلاتة عمود external واحد ونص انا عمود بتاعي انترنال يبقى 1.15 طيب البي نود اللي هو محيط القطاع الحريق انا طبعا عندي هيكون مجموعة اطول اطلعه بالشكل ده يبقى اربعة اللي اكس ماشي هيتطلع ب 3.32 متر كل حاجة هاجبتها خلاص ابدأ عود هيطلع عند الاكشل استرس وهيحب بوينت تسعة ستة سبعة يمكن على المليمتر سكوير طيب بعد كده ابدأ احسب الالاوب الالاوبل زي ما اتفقنا وهو المنمو بين اربع قيم او القيمة بوينت تمانية الفة في اضطحة البي نود زي الاثنين من عشرة جازل الاف سيو على جوما سين موينت تمانية من عشرة الالفة بايمة كون 4 3 2 اربعة انترنال ثانتائك سترنال اتنين كورتر انا عمود انترنال يبقى اخد اربعة يديد متين وثلاثين والبي نود احنا لسه هزبنها خلاص زي الاثنين من عشرة جازل الاف سيو تلاتين ثلاثين ثلاثين واحد بونتر واحد ثلاثة والقيمة الاخيرة يكون قيمة مباشرة واحد وسبعة نيوتن هل المليمتر سكوير طبعا انا باخد المنم هتلاقي المنم هاي القيمة رقم ثلاثة طيب هبدأ قارن هلاقي ان الاكشوال طلع اكبر من الاول يبقى انا في الحالة دي انصيف طيب في الوضع دا هنتسا انا هعمل ايه طبعا الوضع دا انصيف المفروض في ازود بقى تخانة البلاطة او ازود ابعاد العمود او استخدم ضرب بقى واستخدم هيد تمام لكن احنا في وقت الانتحان طبعا الكلام دا كله مش مسموح ان انت تهيد طبعا المسألة كلها من الاول خالص فانتها بتقوله ان انت انصيف وان احنا هتزود التخانة وشكرا على كده خلاص وده بالنسبة لنا يكون المطلوب رقم ثلاثة طيب المطلوب رقم ثلاثة كان عاكز ان احنا نصمم العمود سي اتنين اهو انه دي العمود سي اتنين طيب زي ما اتفعنا ان العمدانية مش منصيف بيكون معرضة معرضة لي ايه ويكون معرضة لكمبوريشن فورس وموجود عزم في اتجاه اكس وعزم في اتجاه وارد ماشي عندك الحمل احنا زي ما اتفعنا ان انا ما بجدرس بجدرس العمود اللي موجود في الدور الارضي تمام ده اللي بيكون شايل المبنى كله فباقول التابلوس لاب قلتمت المساحة اللي بيشايلها العمود في عدد الادوار في واحد واحد من عشر عشان اياخد تأثير الواسط التابلوس لاب قلتمت خلاص احنا هزبنا بشين بوين ست ثلاثة في المساحة اللي تحملنا العمود هبص هلاقي ان العمود بتاعي عمود اكسترنال يبقى اللي واحد في الاكسطين على اثنين اهو ثمانية في ثمانين على اثنين في هي عدد الادوار كالعيلي ثلاثة في واحد واحد من عشره فيطلع بقى الفين مية ثمانية وسبعين بوينت خمسة ثلاثة كيلو نوتر تمام اجيب بعد كده بشمنصين احسب اللزوم المؤسرة على العمود بتاعي هنبص هلاقي ان احنا في اتجاه اكس حلنا بطريقة الامبيرك المثل وفي اتجاه واي حلنا بطريقة الفريم اناليس الامبيرك المثل تمام نفتكر مع بعض طريقة نقل العزوم من البلاطة اللي عمود في حالة الامبيرك المثل تمام في الحالة دي يا باش منصين كنا اتفقنا ان انا بنقى نسبة خمسين في المية من قيمة العزوم المؤسرة على البلاطة للعمود لو كان العمود بتاعي انترنت تمام عمود داخلي والحالة التانية ان انا تسعة من عشرة وتسعين في المية لو كان عمود خارجي طيب انا العمود اللي انا بدرسه بادرس العمود سي واحد تمام هروح ابص على سي واحد اتجاه اكس هلاقي انه ده مكانه ماشي جنب بلاطة بالنهاية الانين وجنب بلاطة بالنهاية الشمال يبقى انا عمود تاخلي مفروض النسبة بتاعتي نص ماشي طيب انا في الحالة دي انطربته نص قيمة العزم المؤسرة على الكولامستريب معنا دلوقتي العمود بتاعي مفروض لما يجا اسم التجاء اكس هادي المستريب واادي التجاء اكس تحت وفي النص لما بينهم هاه summon لو جت باسيت هلاقي ان الكولامستريب ديت بالعرض كامل الي هو اربعه متر لكن الكولامستريب اللي موجوده تحت تعهنile اعرض بالنص ي doisится سمعت قيم العزوم اللي موجود في شريحة العمود تساوي نصف قيمة العزوم الموجودة في الشريحة الكاملة حس端 اليوم positively عثم حسبت شيء للعزوم علي KATIX كذلك حسبت هي شريحة الكاملة كان الشريحة والakaديات على الشريحة الكاملة ولكنся اخذ قيمة العزم القيمة العمود تقسموها على 2 اخذت قيمة العزم قسمتها على 2 حتى نصف شريحة عمود تمام? وارجع تاني اضروف في النص عشان هيكون عندك باش مانسين ادي البلطة وادي العمود. في عمود من تحت هياخد نص قيمة العزم. في عمود من فوق هياخد نص قيمة العزم. واول نص دوت بتكون النسبة اللي هيسحبها العمود من البلطة. طيب خدت قيمة العزم وقسمته على تنين عشان العمود بتاعي شي النص شريحة بس. تمام? بعد كده بدروف في النص تاني عشان اعجي عمود من تحت وعمود من فوق. بدوت قيمة العزم اللي هيكون جاي في اتجاه اكس. هنيجي بعد كده يا بشمونتسين في العزوم في اتجاه واي. تمام؟ حتى فعلا احنا احنا اشتغلنا في اتجاه واي بطريقة الفريم انالسيز ميسود. تمام؟ فاحنا بدأنا وخدنا الفريم بتاعنا وحللناها بالمومد وقدرت اجيب العزوم المؤسرة على البلاطة. اصبح دلوقتي يا بشمونتسين احنا في حالة الفريم انالسيز ميسود عشان احسن القيمة العزوم المؤسرة على العمود هستقدمها بطريقة الايه? التلزان الجوينت. خلاص? طيب فين ما كان العمود بتاعي? هنا دلوقتي اخدت شريحة الفريم بتاعي اللي حلتها بالفريم انالسيز ميسود بالشكل ده كده. فالمفروض هيكون العمود بتاعي هو العمود اللي براه خلص. بالشكل ده. اصبح العمود بتاعي هو ده. هيكون يا بشمونتسين فيه العزوم اللي جاي على البلاطة من الوضع ده كده. تمام؟ وفيه عزوم جاي على العمود. وفيه عزوم جاي على العمود بالشكل ده. بتجي التلزان مفتوض تكون المحصلة كلها بصفر فابدأ اشوف قيمة العزم المؤثر على البلاط هروح اجيبه من التوتا المومنت اللي هجرهم انا حسبته البلاط اللي عندي اللي هو كان بكام يا هندسة اللي هو كان ب745.35 هو ده تمام؟ بعد كده عشان يحصل اتزال الجوينت ويكون المجموع بصفر هيبدأ يتنقل العزم دوت على الأعمدة باكس الإشارة دوت بيلف عكس عقرب الساعة يبقى مفروض العزم المؤثر على العمود تكون مع عقرب الساعة ماشي؟ فأصبح العزم دوت هاخده وابدأ اقسمه نص هيروح للعمود اللي فوق ونص هيروح للعمود اللي تحت يبقى في الحالة ديت هقول ان العزم اللي هيتولد على العمود في اتجاه وي هيبقى نصه قيمة العزم المؤثر على البلاط طيب هنفترض مع بعضها بشمقصين لو انا كان مطلوب مني ان انا ادرس العمود اللي موجود برا هنا اللي هو هيمثل على البلان العمود اللي فوق ده خلاص نفس الكلام اروح اشوف اعمل ازاي؟ هبص هلاقي ان العمود بتاعي اهو هشوف ادي وادي البلاطة من جوة وادي العمود من فوق وادي العمود من تحت طيب وبعدين عندي عزوم اه من قدر العزم ده كام اللي هو ربعمية خمسة وسبعين ربعمية خمسة وسبعين طيب وعندي عزم على البلاطة من ناحية الشمال قيمة العزم كام اللي هو تمنمية واحد وتمانين اوروبا المفروض الفرق ما بينهم لان الاتنين بيلفوا عكسة بعض في الاتجاه هيبدأ يتقسم على اتنين للعمود اللي فوق والعمود اللي داع مفروض ده بقى قيمة العزوم اللي هتبدأ تتنين العلق عمدا هبدأ اضربها صنص اصبح العمود اللي تحت هيكون على مية خمسة وسبعين ونص والعمود اللي فوق هيكون مية واحد وسبعين ونص العمود اللي فوق و العمود اللي تحت خلاص بعد كده باش مندسين حسبت طبعا العزوم خلاص المؤثرة على العمود وحسبت اسألة العمود طبيعية زي اللي كنا بنحل لها هبص على العمود بتاعي استخدم وطلع قيام التسليح تمام؟ ابدأ قارنها بالمينموم هلاقي المينموم هو الاكبر اللي هو هاخد المينموم هحوال القطرة وعدد هيتطلع اثنائر فواي طمانداشر هيكون ده رسم تفاصيل التسليح بالنسبة للعمود نرجع بقى نشوف رسم تفاصيل التسليح للبلاطة تمام؟ احنا طبعا نوع البلاطة اللي احنا اخدناها ما فيش اي اختلاف منها باش منص عن طريق اللي احنا رسمناها قبل كده عن طريق ان انا بروح الكلة مسترب واشوف الحديد بتاعه بعد كده السفلي هقسمه نصين نص يوسر من العمود للعمود والنص التاني هيكون قصير عن طريق ان انا ابعد عن الاكس تمني نسبان تمني في كام في ثمانية ماشي؟ ده بالنسبة للسفلي طيب بالنسبة للعلوي نفس الكلام بقسمه 50% و50% 5% طويل و50% أصير الطويل ده ان دساء قالك هنقيسه من وش العمود 3 من 10 الان وقصير قالك نفس الكلام هنقيسه من وش العمود بس دوت هكون مسافته 2 من 10 ماشي؟ نهي التاني نفس الكلام من وش العمود 3 من 10 من وش العمود الأصير هيكون 2 من 10 في المناطق اللي في النص في العلوي بدأ نحط حديد минимم منمم بيكون بقطرة 10 وبنفس العدد يمين وشمال ده بالنسبة للكلام طيب الفيلد ستريب بنفس الكلام في السفلي هو هو اللي هنطبقه في الكناب ستريب هنطبقه في الفيلد ستريب نصه بيوصل من عمود العمود نص التاني بسي تبني المسافة من ال اكس وبدأ ارسم السيخ الروسيب في العلوي لا في العلوي بيختلف ان انا بحط في الفيلد ستريب بحط الحديد كامل بالنسبة المية في المية نطلع معي خمسة ستاشر بابدأ ايس المسافة من وش العمود كام اثنين وعشرين للسبان ماشي نفس الكلام في اللي برة من وش العمود بابدأ ايس من وعشرين هي بقى المنطقة اللي في النص سحط فيها حديد منمم حديد منمم هيكون بقطر عشرة وهحافظ على العدد يدين مشمئ هديني خمسة ستاشر ده افتجاه اكس وفتجاه وي طريقة الاسمة هكون نفس النظام مع عمل الشوكة التي كانت دليبر بتاعي ويكون لها باشمنطسين المسال بتاعي المسال الاولاني هنبدأ باشمنطسين نشوف نسال تاني بشكل مختلف تماما بس عشان ايه نسبة المعلومة ماشي نفس الكلام هنبدأ نشوف المنتين المراتيات بالان بس عدد الادوار بتاعنا بقى اربعة اربعة ادوار نديك وزن الحوائد بثلاثة وزن الحوائد بثلاثة 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 لكن سي 2 ده مطلوب منه ان انا اعمل له ايه نفس الكلام يا بشمونسين السبع خطوات اللي احنا اتبقنا اليوم اللي هي خطوة الديمينشن بك احسب الاحمال بعد كده اعمل بعد كده اعمل بعد كده اعمل بعد كده اعمل اعمل التزاين بك اشعي كبير اعمل اعمل تفاصيل التسليحة طيب ابدأ اشعر خطوة الديمينشن هلاقي ان اللي هو ده اقل من 5 يبقى هستغنى مرتين هرفلات سلاب هيبقى ال 1 على 32 طيب اشعر الابعد الباوكي اللي عندي هتلاقي الباوكي كلها 6 خمسة في 6 ماشي طيب اقول ال 1 هتطلع ب600 فيقول 6000 على 32 هيطلع ب187.5 ملي تمام هشعر التخيل الاغرب هتطلع ب20 ملي تمام طبعا ما عندش كلام هد ولا عنده تروبانا ليبقى ما حساب لهمش خش الويتس اوف كولام استريب والويتس اوف فيلد استريب كولام استريب بتكون بعدها ثابت او العرض بتاح هتح سابت في الاتجاهين اتجاه اكس اتجاه ي ال 2 على 2 ال 2.5 ملي طيب الفيلد استريب الاتجاه هتكون ال 2 على 2 والتجاه الثاني ال 1 مواسل ال 2 هتطلع 2.5 اتجاه اكس و 3.5 اتجاه ي طيب اللودز وزن البلاطة اس وزن الحوائط هتطلع ب 9 كيلو منيوتن على المتر المربع و 3 هحسب تابلوس لاب و 1.5 د زائد هتديك هندسة 18 كيلو منيوتن على المتر المربع تمام اجي بالي الاناليسيس ماشي ونشوف الشروط بتاعتنا هندرس الشروط في الاتجاه اكس والشروط في الاتجاه هواي تمام اجي البرام بتاعي هشوف الاتجاه اكس اول شرط قالك انت لازم يكون عدد البواكي لا يقل عن 3 هشوف الاتجاه اكس باكية 2 و 3 يبقى الشرط الرقم الثنين قالك النزمة بين طول الباكية لعرضها اقل من 1 وتلاتة هقسة 5 على 6 و هنتظر هيطلع بقين 6 على 5 ثم يبقى الشرط الرقم الثنين قالك الفرق بين باكيتين وتجاورتين يزيد على 10% والشرط الرابع فرق بين باكيتين غير المتجاورتين يزيد على 20% تمام؟ هبصوا علي ان الباوكية كلها doors نرى شرط التباق Arguable 3 هي عدد البيض المتأل مايظ Working 2 بت Bravo change هلبقبي هبصى هحسب العزم التويتر في اتجاه X في الواي على ثمانية X أقص ثنين على ثلاثة دنيل كل تربية ثمانتاشر اللي وي عندي يكون اللي في اتجاه Y بخمسة على ثمانية في الـ X X أقص ثنين على ثلاثة دي اللي هي بعض العمود الصغير اللي هو كده كان العمود بتاعنا مربع لغة أربعة من عشر كل تربية هيديني قيام معزوم بالقيمة الدنيا 60.8 كم وانا عندي في الاتجاه X فيه اهو بنحسب العزم التويتل بتاع طول واحده من طريقة اول دابل سلاب ألتمت في الـ LN على ثنين في الـ L تربية طيب دابل سلاب ألتمت عندنا بـ 18 الطول العمودي هشوف الكابول هيظهر معي في الاتجاه A واضرب في الطول العكسه يعني دلوقتي عندي لما اخد شريحة في الاتجاه X سيبدأ يظهر عندي الكابول بتاعي فبالتالي هضرب في الطول العمودي اللي هو الـ Y الـ Y عندي بـ 5 18.5 على اثنين في الكانتليفر تربيع اللي هو بـ 2 هلاقي ايه باش منتصين ان العزم التويتل الكانتليفر اللي هو 180 كم نفس التلاهم هرح يبدأ موزع بقى اللي لازم عندي افتجاه X عن طريق الجدول بتاع الـ خلاص احنا عندنا توزيع سبت الكانتليفر الـ و الـ و الـ والتوزيحة سيكون بالشكل الـ نجي بقى في اتجاه وقت اشوف الشروط هلاقي ان عدد الباوكي بـ 2 طبعا اول شرط بتاعي يبقى خلاص احنا نستخدم طريقة الفريم اللي لازم السود اللي هيتم لهندسة ان انا اخد البلاطة اللي هادي ابدأ اقسمها لمجموعة من الفريم فبالتالي من بره كده هابدأ اقسم من العموة للعموة اصبح دلوقتي ادي فريم اولاني وهدي فريم الثاني وهدي فريم الثالث في الاخر خلاص الفريم اللي بره ماشي اصبح دلوقتي انا هابدأ اقسم ده هيكون نص فريم ده هيكون فريم كامل وده هيكون فريم بس بعرض 5 متر يعني دوت المسافة دي هتكون 3 متر المسافة دي هتكون 6 متر المسافة دي هتكون 6 متر المسافة دي هتكون 5 متر اللي هي نص الـ 6 زائد الـ 2 متر طبعا انا لما اشتغل هاشتغل على العرض الاكبر اللي هو الستة متر ماشي؟ طيب هابدأ احسب الحبل الفرين بتاعي كنت بقول تابلوس لاب التمت في الطول العمودي انا عندي تابلوس لاب التمت في الطول العمودي انا زي ما اتفعت ان انا عندي الفرين بتاعي هيكون في اتجاه Y وبقى هضرو في LX هيدينا مية وتمانية كيلو نيوتن لكل متر من الشكل الفرين بتاعي هيكون عامل ازاي هندسك عندك عمود في الاول عمود في النص و عمود في او خالص ايدي عمود في الاول و عمود في النص و ايدي عمود في الاخر مربوط بينهم ببلاطة البلاطة دي معرضة لحبل مية وتمانية كيلو نيوتن لكل متر هنبدأ نستخدم طريقة برضو المومنت distribution عن طريقة ان انا جمع العزوم عند الجوينت طبعا مش هلاقيها بتسوي صفر هاكس البشارة وابدأ اوزع كل انصر على حسب قدرته يبقى انا في الحالة دي هتلي هزم احسب الدستربيوشن فاكتور الدستربيوشن فاكتور ده بيعتمد على الستيفنس بتاع كل عنصر اللي هي بتسوي اي في الاي على الاي لما اتفقنا ان الاي عندي كله من خرصانة فمش اتقسر باية هيبقى لك بس الاي على الاي ماشي يبقى انا ابدأ احدد المومنت distribution للعنصر بتاعي لكل العناصر اللي عندي انا عندي عمود وعندي بلاطة عندك العمدان بتاعتنا 400 في 400 او البي في تي تكايب على 12 ايضا رقم ده طيب البلاطة زي ما اتفقنا البلاطة عندك العرض ب6 متر طيب التخانة كانت بكامية؟ هندي سأل احنا هسامناها في قطة الديمينشن التخانة كانت بمتين ميلي تمام؟ هتلاقي ان الاسبام بتاعنا خمسة متر واي على ان المسافة من العمود للعمود ده خمسة متر والمسافة من العمود للعمود ده خمسة متر خلاص ابدأ بقى انا في الكلام احسب distribution factor للبلاطة عند الجوينت المختلفة عندك يبقى جوينت جوينت A و جوينت B و جوينت C نتيجة طبعا ان احنا عندنا تماسل هتلاقي distribution factor عند نقطة A زي نقطة C بالزبط طيب هبدأ عند نقطة A عندك ايه هنتسب؟ عندك بلاطة وعمود من فوق وعمود من ده هبدأ اقول K على العناصر عند جوينت A اللي هي 2K عمود زائد K بلاطة ماشي؟ هبدأ طبعا اعوض بالكهات اللي انا حسبتها هيدي 0.429 وده هيكون نصيب البلاطة من العزوم اللي انا ببدأ اوزعها طيب هاجي بقى عند جوينت B هبص هنقول ان انا بحسب البلاطة على هلاقي ان عندي بلاطة نحية اليمين؟ بلاطة نحية الشمال وعمود من فوق وعمود من تحت يبقى القول على 2K عمود زائد 2K بلاطة هيدي جمهور تلاتة واذا نصيب البلاطة بالجوينت B هكون تلاتة من عشر بعد كده يا باش مامسين احسب الـ عن طريق ان انا اطلع البلاطة او العناصر كلها بصفة عامة انا عندي بلاطة معراضة للحملة 18K عمودة للنسبان نفس الكلام هنا بلاطة معراضة برضو لنفس الحمل ونفس الاسبان فبطلع واحدة بس انا عندي اللي عمدة ماشي عليها احمال فانا مش محتاجة اطلعها خالصة احسب لها اي حاجة فعيب بقى عندك بس ان احنا هنطلع البلاطة ونحسب لها الـ هتحوض الهندسة 225 قاعدة الاشارات مع عقارب الساعة مجب عكس عقارب الساعة سادم هنا عكس عقارب الساعة سادم هنا كل حاجة جاهزة نروح الجدول اطلع البلاطة اب اب وهنا طيب الجدول اللي بتاعنا هتكون من اي هندسة اللي انا حسبته طيب ابدأ اروح اشوف طالع عند جوينت اي بوينت اربعة من تسعة وجوينت سي نفس الكلام نتيجة التماثل بوينت اربعة من تسعة طيب عند بي كانت تلاتة من عشر طيب جاب لي عنده نقطة اي سالب 225 عند بي موجب 25 سالب 225 موجب 225 تمام؟ ابدأ بايا هندسة اشوف عن طريق ان انا اجمع المجموع اللي عزوم عند جوينت ايه هكسب عكس الاشارة وابدأ اضرب في طيب انا عند جوينت ايه هتلاقي في عمود من فوق وعمود من تحت ما عاشي عليهم عزوم خالص فبالتالي هاخد قيمة العزم دوت بعكس الاشارة اللي هو 225 موجب وباقول 225 موجب في قيمة اللي هو بوينت اربعة من تسعة بوينت اربعة من تسعة هيديك ستة وتسعين ونص تمام؟ نا عند جوينت ايه وعند جوينت سي هيكون نفس الكلام بردو طيب عند جوينت ايه بي عندك عمود من فوق وعمود من تحت عندك العزوم عليها بصفر فبالتالي هيبقى لك بس قيم الفيكس الانت مومنت عند جينت بي عندك هنا بالسالب وهنا بالنوجة بيوبارة المجموع بصفر هي بدأ بعد كده الكاري اوبر مومنت ان انا اخد قيمة العزم ده اوديها الناحية تانية او في نص والناحية العكس بالنسبة لبي نفس الكلام الناحية تانية او في نص هنا في نص تمام؟ بعد كده المومنت فاينل ان انا بجمع قيم العزوم ماشي؟ ادي الفيكس الانت مومنت والديستربيوشن مومنت والكاري اوبر مومنت اجمعهم وحط في الايه في المومنت فاين فيكس الانت مومنت ديستربيوشن مومنت كاري اوبر مومنت واجمع وحط داحا هيطلق في الاخر يا باش مانسين ان شكل التوتال مومنت على البلاطة في الشكل ده كده عند البر هنا بسالب مية تمانية وعاشين بوينت تاربع سبعة اوه هنا ماتين تانية وسبعين بوينت اتنين سبتة اوه وازاي هو منها التانية تمام؟ سابقا توزع التوتال مومنت اللي انا جابته داون لافتكار مع بعض كان قال لك لسالبة داخلية عزوم سالبة داخلية وعزوم مجابة كان قال لك خمسة وسبعين عمود وخمسة وعشين وسط دي السالب الداخلي السالب الخارجي كان قال لك تبعين في المية عمود وعشينون في المية ووسط طيب بالنسبة للعزوم المجابة قال لك لا ده 55 عمود 45 وسط ابدأ يا هندسة وزا الوقت انا بالنسبة لي دوت بيكون عزم سالب خارجي يبقى 80 عشرين يبقى في الحالة دي اقول 8 من 10 في قيمة العزم ده بالنسبة للعمود وبالنسبة للفيل بستريبل هتبقى 2 من 10 في قيمة العزم طيب العزم المجاب يهندسة 55 عمود 45 وسط طيب السالب ده بالنسبة لنا سالب داخلي يبقى 75 و 25 يبقى هنا 75 وهنا 25 طبعا الكلام ده هيكون زيه من احيات تانية ختيجة التماثل يبقى احنا كده عملنا خطوة الانالسيس افتجاه اكس حلينا في امبيركال بيسود افتجاه واي حلينا في امبيركال بيسود ووزعنا بعد كده خطوة الدزاير انا انا بشوف قيمة العزم طبعا الكبيرة هلاقيها هطلعت فين في شريحة لعمود اللي افتجاه واي اللي 24.95 هدأ طبعا بتصمب بـ C1 وجد التسليح نفس الخطوات لا يوجد اي اختلاف ثلاثة 7 باية 18 بعد ما اجبت التسليح ابدأ انسب لبقية القطاعات اللي يطلع ليدا التسليح بشكل ده وده بالنسبة لنا يكون اول مطلوب اللي هو خطوة الدزاين والتسليح طبعا مش هيبقى في اي اختلاف خالص ده ما شرحنا من شوية خش على مطلوب رقم اتنين اللي هو العمود سواحد تمام؟ طبعا السواحد هكون عمود خارجي لأنها ح Kenya لمعرفة الفصل اسم الاختلاف بالنسبة لك حاجةax الملاحب نrutفصل الملاحب زائد D على 2 من ناحية اليمين فقط بقى LX بعد العمود زائد D على 2 هيديك 0.49 طيب LY هيكون بعد العمود زائد D لان انا طلعت D على 2 من فوق وD على 2 من داخل هيديك 0.5 طيب احسب الحمل اللي هيعمل بنش في البلاطة حمل البلاطة في المساحة التي تتحملها العمود ناقص مساحة القطاع الحرب طيب المساحة التي تتحملها العمود هنعدي عمود X لبقى 1.2 على 2 وعوض بالكلام ده هيطلع ب 264.8 كيلو نيوتر طيب بي تا لعمود X اللي يبقى 1.3 البي نود دي محيط القطاع الحرب هبدأ اجمع البعد دوت والبعد دوت والبعد دوت خلاص مش مجمع البعد اللي بره حسيت خلاص الالتباطة تكون انتهت فبقول 2LX LX من تحت والX من فوق زائد Y ناحية اليمين فقط هيديك ب 1.6 متر عوض في بقى 1.2 من 6 الالاوب اللي يبقى 4 قيام بدونها 0.8 في الدي على البي نود زائد 2 من 10 جهاز Fc وعلى جوما سي 8 من 10 الالفة عند الـ 3 يعني احنا 8 هي 4 ثلاثة اثنين ثلاثة ادوت لم يكن عمودك استقنى في الدي 180 على البي نود اللي يستحز بينها زائد 2 من 10 جهاز 25 يقول 2300 إلى 0.1 نص بقى 10 قيمة 2 وقيمة 2 ضحي على البي جهاز Fc لابعاد العمود تكون مربعة يقوم بقية 400 يقوم بقية 1.935 قيمة رقم 3 قيمة رقم 4 قيمة مباشرة على طول 1 و 7 نرى الـ Actual والألاول أنا لدي الألاوب المنموما بين الألاوب و القيمة لي نرى الـ Actual يقوم بقية نرى الخطوة الـ Design نرى الخطوة و نرى نفس الكلام نرى الخطوة الـ Actual اضم حمل خطوة سيدة قيمة الحمل التي تحدثها على سبيل فقيمة الحمل العمود في عدد الأدوار 11 عدد المنموما بين الأدوار 21 سيدة F-A-Lexi 2 عمود 1 1 اضم عدد الأدوار 4 11 وزن العمود اطلع 2376 كيلو نيتي طيب ابدأ اشوف في اتجاه اكس و اتجاه واي ماشي في اتجاه اكس حللنا من الامبريكل و في اتجاه واي حللنا بطارية الفريم انالسيز تمام؟ هبدأ اروح في اتجاه اكس اللي احنا حللناه زي ما تفعنا مع بعض يقولنا اما ياخد خمسين في المية من قيمة العزم اما بياخد تسعة من عشر من قيمة العزم بياخد نص في حالة لو كان عمود داخلي بياخد تسعة من عشر لو كان عمود ايه خارجي طيب اين العمود اللي انا بصممه ايه خارجي ايه دي العمود اللي انا بصممه اهو اروح اشوف في اتجاه اكس ايه دي الكولة مسترب في اتجاه اكس اهي ايه دي العمود بتاعتي اهو بلطة يمين و بلطة شمات يطلب عمود داخلي فهياخد نسبة نص طيب بعد كده بضرف قيمة العزم بس السؤال عندي هل اخد قيمة العزم ببشرة ولا اسمها على اثنين على اساس ان هي نص شريحة فبص هلاقي ان العمود بتاعي موجود في شريحة عمود كاملة ايه دي شريحة العمود بتاعته كاملة اللي هي اثنين و نص يبقى ياخد قيمة العزم زي ما هي تمام؟ بعد كده بضرف في نص تاني عشان عندي عمود من فوق و عمود من تحت هذه البلطة بيكون في عمود من فوق و عمود من تحت هيطلع قيمة العزم 46.2 كيلو ميوتين بيتر طيب انا في الفريم اناليسيس ميسوب بقى في اتجاه هواي زي ما تمامنا ان احنا في حالة الفريم اناليسيس ميسوب بحصل على العزم من عن طريقة زين الجوية طيب انا العمود اللي انا بصموه موجود في نص موجود في النص اروح بقى التوتال مومنت اللي انا حلته بالمومنت اهو اللي كان التوتال مومنت بتاعي انا بدرس العمود الوسطي هبص يا بشمنسين هلاقي ان انا عندي بلطة ناحية اليمين عليها عزم مقدار و 233.26 وعندي بلطة ناحية الشمال مقدار العزم اللي عليها 23.26 وهيكون عندك عمود من فوق و عمود من تحت تمام وبالتالي ده هيكون شكل انتجوينك بتاعي اهو هبص يا بشمنسين ان العزم ده بيلف اكسى عقارب الساعة والعزم ده بيلف مع عقارب الساعة هيلاشه بعضه خالص هيتبقى بشمنسين ان يكون العزم المؤسر على الاعمدة فوق و تحته بصفر بزيره خلاص وبأسبح قطاع العمود بتاعي هيكون عليه عزم في اتجاه اكس جاي من الامبيركال ميسود اللي هو ال 46 و في اتجاه وايد مفيش عزم خالص بصفر انده بقى نحل نفس الكلام بقى نحل ونشو العمود لونج ولا شورت يطلع العمود لونج في الاتجاهين نحسب ونبدأ نجمع ده العزم اللي جاء من الاحمال زي ما انتبقى انا مفيش عزم اللي موجود غير في اتجاه اكس بس وفي اتجاه واي بزيرو تمام ودي العزم اللي جاية نتيجة الاتشن المومنت انا عندي العمود بتاعي امبرست قد اجمع على طول تمام هيطلع العزم المؤسر على العمود بالشكل اللي كده هنستخدم واخش واحسب واحسب قيم التسليح واقارن بالمينموم لان الحديد اللي انا حسبته اكبر هيطلع ب 16 فوقي 25 وهيكون شكل التسليح بالشكل اللي اللي عمود ماشي؟ وده هيكون شكل التسليح بالنسبة للايه لطلاطة الفلات سلاب هيكون دي أورديني الفلات سلاب زي البلاطات اللي احنا حليناها قبل كده نفس فكرة الرسم ماشي يا شباب وكده يكون المسال رقم اثنين خلص ويكون كده الحمد لله موضوع الفلات سلاب ويكون بس افضل لنا هو موضوع الفريم وان شاء الله يكون خلصنا واتمنى لكم التوفيق بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته